اشتركوا في القناة مجتهدا فقيها حيث انه لا نتمكن من الاحتياط او الاحتياط صعب علينا اذا لم نكن مجتهدين لماذا نذهب الى المجتهد الفقيه ونسأله ونقلده فسقطع النظر عن الادلة الشرعية التي دلت على ذلك من الايات والروايات هي مسألة عقلية رجوع الجاهل الى العالم انت الان عندك قضية في المحكمة زين انت لست خبيرا في القانون ما تعرف القوانين العامة والخاصة زين كتب القانون موجودة ومؤلفة بلسانك تعرف هذه لغة هذه كتب القانون زين مع ذلك تروح تاخذ محامي ليش تاخذ محامي زين لماذا بل في بعض الدول انت مجبور ان تاخذ محامي بدون محامي ما يصير حتى اذا واحد متهم هو ما ياخذ محامي القضاء ياخذ له محامي لماذا يقول له انه هذا لا يعرف القانون ولو القانون مدون باللغة واضحة لكن علم القانون هو علم يحتاج له خبرة فهذا المحامي يجي يشوف القوانين التي تختم هذا المتهم او هذا الذي يرفع دعوة يبينها للقاضي لانه خبير في ذلك زين الآن انت في مسائل الشرع تقول زين عندنا روايات عندنا آيات زين هل جميع الناس فارغون لمراجعة عشرات الألوف من الروايات والاستنباط منها بحاجة الى أدوات بحاجة الى خبرة ويضاف الى ذلك بحاجة الى علم في الأسناد لازم انت تعرف تكون خبير في علم اللغة تكون خبير في علم الرجال تكون خبير في علم الأصول تكون خبير في علم الفقه حتى تصير فقيه تتبكن من استنباط الأحكام الشرعية وما يصير لكل الناس أن يقول أنتوا أتركوا أعمالكم تعالوا صيروا فقهاء وبعض الناس ما إلى استعداد ما إلى قابلية لذلك فكما أنه في سائر المسائل الذي لا يعلم يرجع إلى العالم كذلك في مسائل الشرع رجوع الجاهل إلى العالم هذه مسألة عقلية وهذه الآية إرشاد إلى هذه القضية العقلية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون